الله تعالي لي، كل أغنية يراغب إلى وقعة بأرشيفك وإلى وقعة عند الناس هل كل فنان اليوم ممكن يترك أغنية إلى وقع هالأد عند الناس؟ يعني هذه بدا شغل كتير شو بدا؟ بدا فكر، بدا وقت، بدا صبر قلت فكر، هل كل نجم هو صاحب فكر؟ أكيد في كتير نجوم هي كل هيتها إبداع، بدي يكون عنده فكر إبداعي لا يقدر شوف أنه هالغنية الناس بحاجة لهيك موضوع معين يعني مثلا تعاليلي، تعاليلي عبارة عن شو؟ عن واحد عم يطلب إيد وحده عم يقول له أنه أنا ما بدا كتير زكا أنا بدي كفي حياتي معك بكل اختصار والشاعر كتبه بأسلوبه وحبيت أنا هيدا الفكر سأنا يعني بتاريخ حياتي بعتقد عدد الهتس اللي عملتهم بحياتي وعلقوا مع الناس مش عادية يعني حتى شو السر؟ شو السر اللي فيك شو؟ لا صدقا شو سر؟ عابلك فيه فكر، فيه إصلاح تعرف شو اللي بيدرق قبل؟ بيقلك بشدين أنا ما بعرف شوفي، ما حدا بيقدر يعرف بس بقدر حس إنه هيدا الغنية إذا أنا اللي عملتها هالقدة تعلقت فيها كيف لو واحد ما كان عايش فيها مش شغل بديتايلز مش عادية يعني منعيد وبغني وإحساس وبحس حالي إني غنيت كتير مني حتين يوم بيجي بسمحها لي بقول والله فيها غنية أحسن فيها حسة أكتر برجع بيجي برجع عالستوديو مرة تانية طيب يلا مسلا تعبت كلها السنين؟ ما تراجع شغفك؟ ما بتعب طب لأ مين راغب بتقول؟ يعني أنا لك شغلي أنا والتعب صرنا أصحاب التعب منه شغلي بالنسبة لي مزعجي ما في شي بلا تعب بالأخص بهالزمن المفتوح صرنا فضة بطلنا زمن سو واحد ما في مجال اللي بديتعب الزيخ يترك مجال لغيره وأنا بالنسبة لي من من النوع اللي برمي سلاحي اللي هو أغنيتي وصوتي اللي أعطاني إياها رب العالمين لحتى أسعد الناس فيها وهذه حياتي يعني أنا ما بعرف أعمل شي تاني إلا الفن في صدقات بالوسط الفني راغب؟ في صدقات؟ أو كما يقال وسط منافق حبيبة وعينة يعني دايما دايما لألك شغلي دايما إطلاق التهم على الفنانين ما في مهنة ما فيها نفاق بس بالفن مش أكتر؟ مهنة الطب فيها نفاق لا بالطب غير بالطب كل إنسان بحاله هلا حتزعله مهنة الإعلام أكتر مهنة فيها لا ما رح أزعل فيها نفاق السياسة عبارة عن نفاق بالكامل ليه تقويس دايما على الفن إنه ولا الفن نيفا لا لأنك فنان عم نسألك لو مستضيفين إعلامي منسأل في أصدقاء أكيد في أصدقاء بس أدي في نفاق أنا بدي روح على الجانب السلبي ما أنا ما شفت نفاق يعني ما بتنافقه على بعض إذا ما بتحب شخص ممكن تسايره بس لا تمشه مسايرة منا نفاق بلا لا منا نفاق شو المسايرة؟ لا مسايرة بسموها ديبلوماسية يعني فيي أنا أهلين حبيب قل بيشتقتلك بكون مني مشتقله بس هيدا منه نفاق شو اسمه هيدا؟ شو اسمه؟ إنه أهلين حبيب اشتقتلك ومني مشتقله عم كذب هيدا تكاهدو باجتماعي هيدا بيك شغلة إنتي ما بتشوفي دايما الناس في ناس تعرفيهم ما بيحبوك اشتقتلك و بتمشي خلاص هيدا نفاق منه نفاق شو بتقريها لعن أبوك يعني شو بتقريها لعن أبوك؟ منه حبيبك؟ صارت كل من معتادين عليها اشتقتلك مشتقلك عادي في وقفات كلام بحط كلام يعني بلا معنى سفا مسلا سفا يعني أنه أنت ما عمت نامي إذا التاني بسفا بيا يعني ولا سفا بيا مثلا النفاق يلي بيجي بيقلك قده بحبك وانت بتعرفي إنه عم يتعانيك بظهرك وهيدا نتعرض إلي كتير في ناس من وسطكم الإعلامي بتعانونا بظهرنا بيجي حبيبي اشتقتلك وشي بحبك مثلا وعنده الإدراء أنه يتعني بظهري الفنان يمكن ما عنده الإدراء يتعني بظهري فنان بيجي يغنب كتير تعانت من إعلاميين صرت كذا مرة وسطكم إعلامي أنتم إعلاميين لا أنا عم بحكي إنه لأنك أسألت على الفن بس كتير تعانت من إعلاميين أكيد أكيد ياما 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 أطلقوا علي إشاعات ياما آخر إشاعة أطلقت عليك زعجتك آخر إشاعة أشاعة تزواجك من النجمة المصرية أنغام من أنغام تزوجته؟ مش ألحكي هذا أنا هاللي عادي الست أنا بحترمها وبيعتبرها أخت لأني مين أطلق الإشاعة؟ ما قد منه نزل بسوشيال ميديا هاي دلي عم نقلك تحت الأرض سوشيال ميديا شو قالوا؟ قالوا أنه تزوج أنه راغب بتزوج أنه بالنسبة لي ما بعلق يعني خلط يعني سوري الخبرية بالنسبة لي متل الشغلة بدي أرميها أنه بعرف أنه شو الهدف يعني شو يجي واحد يقول تزوج فناني لأنه في صورة أنا ويعاب حلقة تلفزيونية بكرة فيهم بكرة أنا وصورة أنا وانت يقولوا طلقت زاهي وراغب تزوج سو إيزي العالم تأذي بالكلام ما في أهيام منها بس هول الناس ما عندهم رب بصراحة زعجتك إليك أكتر هالإشراع ولا زعجت أنغام؟ لا لا أنغام ضحكت وشيهان ضحكت وأنا ضحكت كيف علاقتك اليوم بالفنانة أصالة نصري بعد ما تهجمت عليك بعد ما رفضت تطلع مع ضيف بأحد برامجك وحياتك ما عدنا حكينا وشفتها ببيروت ليه ليه ما طلعت ضيف مع أصالة؟ ما سيقبت بس دعتك بيجيني دعوات كتير عبرامج ما سيقبت مش معنات هذا جواب ديبلوماسي أصالة دعتك عبرنامج ما قدرت ما لبيت والله ما قدرت مش بس أصالة دعيت على كتير برامج ما قدرت ما حبيت البرنامج ما حبيت صيغة البرنامج لا برنامج حلو هي مهضومة كتير هلأ طلعت هجمت علي بالسياسة ليه هجمت عليك بالسياسة أصالة؟ أيضا أنه ما بعرف يكون حدا أهلا شي خبرية أنا مسامحة والله وبحبها كتير مالتقيته بعدين هكي تعطبته التقاينة ببيروت وعدنا تحكنا وحكينا وحياتك ما حكيت على الموضوع رغب حمامة سلام أنت الليلة يعني ما في عدوات مع حدا كله رواء تعرفي أنا الليل عايز يعني بس إذا حدا بدي قطعه بنزل ستارة بنزل ستارة مثل مغنات أو بطفيه زي السجارة يعني بالنسبة بس قوية أطفيه لا chị طفيه من حياتي يعني كم حدا تفاته زي السجارة أهآ أدي تقريبا ماذا إنه إذvä عاجونة بالوسط الفني هه هه بتجيك برغش بتخطيها بتشيلها من حياتك في فنانين برغش ولا oak مش عم بحكي عن فنانين أبدا عم بحكي يمكن مش مطربين ممكن يكونوا فنانين بس مش مطربين ممكن شعارة ممكن ملحنين ممكن موسيقين ممكن ايه 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 عن جد بعمل ستارة بنزل ستارة وبط فيها زي السيجارة ايه ممكن نلتقي فيهم مطرح سلم عليهم عادي ومشي انت من الفنانين اللي غنوا للسيدة فيروز ولا مرة ريمة الرحبانة هجمت عليك كيف تفسر مثلا اعتراض ريمة الرحبانة وهجومه على مايا دياب لما غنت لفيروز والله ما بعرف ما عندي تداعيات لكن انا غنات للسيدة فيروز لانه باعتبرها هي قلعة بعلبك هي ارزة لبنان هي قلعة بيبلوس هي قلعة صور هي قلعة راشية فيروز والاخوان الرحبانة وزياد الرحبانة والياسر الرحبانة هولي هني لبنان الفن هني هولي عن جد تاريخ الفن انا غنات من حبي ما تهجمت علي لو لو تهجمت يمكن حبت انا شو غنات يمكن حبت الطريقة اللي قدامت فيها هل مبالغ هجوم ريمة الرحبانة على الفنانين اللي عم بيغنوا لفيروز يعني ما تبعت الموضوع بما اني انا ما عندي الموضوع بالكامل ما فيه جواب عنه يحق لأي حدا يغني لفيروز خلينا اجيك من غير باب كهواية اكيد كهواية لا كفنان طالع ببرنامج تلفزيوني بحي السيدة فيروز اللي عم بتقول عنها بها المكان وهي بسبل لنا كلنا بحي ده المكان انا رأيي ايه انه هذي سيدة فيروز للعالم مع احتجاب فيروز عن الناس يعني فيروز مرق لبنان بأزمات الثورة والجوع والفقر والانهيار الاقتصادي وتفجير بيروت كانت بمحلات الناس بحاجة تسمع طل فيروز عليهم هل الفنان لازم يحتجب او ينزل عند العالم بليك شغل ايه فيروز مش فنانة فيروز فيروز اسطورة نقطع اكيد اكتر من اسطورة شو فيروز هي فيروز بق يعني لا تقارن بفنانات هي فوق النقد هي فوق نعم نعم انا هلأ سب فيروز سبني بقل لك اتر خيرك اني كسبيتيني شو رأيك يا عمي بيكفي انه انه ما عيشت ده بس تسمعي الصبح غنية فيروز تظهر من بيتك راحة عندك فرحة بس تطلع بسيارتك حطي فيروز تاخذك لعالم تاني هاي دي المرة مقدمت لنا سحر اولك اولك هلأ اذا عم سمعتك ريما عم بتغني لها بتعترض ولا رح تقبل طب يلا تفضل ماني محضر شي هذا نهديع شي هيك كلها الحب بصوتك لا لا ابدا عم فتش انه نسمع لا لا وحيتك ما نمحضر شي اشتركوا في القناة